أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا أكدت فيها أن مصر سعت من خلال دعوتها إلى قمة القاهرة للسلام إلى بناء طوافق دولي عابر للثقافات والأجناس والأديان والمواقف السياسية هي الدعو إلى وقف الحرب الدائرة التي راح ضحيتها الألاف من المدنيين الأبرياء على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي أضاف البيان أن مصر تطلعت أيضا إلى أن يطلق المشاركون نداء عالميا للسلام يتوافقون فيه على أهمية إعادة تقييم نمط التعامل الدولي مع القضية الفلسطينية على مدار العقود الماضية وبحيث يتم الخروج من رحم الأزمة الراهنة بروح وإرادة سياسية جديدة تمهد طريقة لإطلاق عملية سلام حقيقية وجدة تفضي خلال أمد قريب ومنظور إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وأشار البيان إلى أن المشهد الدولي عبر العقود الماضية كشف عن قصور جثيم في جتح العادل ودائم للقضية الفلسطينية لكونه سعى لإدارة الصراع وليس لإنهائه بشكل دائم وأشار البيان إلى أن مصر تؤكد بهذه المناسبة أنها لن تألو جهدا في استمرار العمل مع جميع الشركاء من أجل تحقيق الأهداف التي دعت إلى عقد هذه القمة مهما كانت الصعاب أو طال أمد أسرى كما أن مصر سوف تحفظ دوما على موقفها راسخ الدعم للحقوق الفلسطينية والمؤمن بالسلام كخيار استراتيجي لا حيادة أو تراجع عنه حتى تتحقق رؤية وحل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية التي تعيشان إلى جوار بعضهم البعض في سلام كذلك شدد البيان على أنه في إطار سعي مصر نحو تحقيق تلك الأهداف السامية لن تقبل أبدا بدعا وتصفية القضية الفلسطينية على حساب أي دولة بالمنطقة ولن تتهون للحظة في الحفاظ على سيادتها وأمنها القومية في ظل ظروف وأوضاع متزايدة المخاطر والتهديدات مستعينة في ذلك بالله وبإرادة شعبها وعزيمته